أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مال تحليل بي الوحدة الثامنة المخلفات الصلبة والسائلة Solid Liquid Waste ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة هنا نتناول المخلفات السائلة Liquid Waste وكما قلنا أنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام وسوف نتابع شرحها بالتفصيل في هذا المقطع المخلفات السائلة المنزلية Liquid Domestic Waste نمر باء أو نمر اثنين المخلفات الصناعية Industrial Waste وجيم أو نمر ثلاثة مياه الأمطار Rain Water المخلفات السائلة المنزلية وتسمى أحيانا مياه المجاري وهي المياه المستخدمة في الوحدات السكنية والمطاعم والفنادق والمباني العامة إذن هنا بشكل واضح مياه المجاري هنا بشكل واضح كيف يتم التخلص منها في هذا المنظر وهو الشكل غير حضاري وغير صحيح وتسمى أحيانا بمياه المجاري يعني أنه هي مياه غير صالحة الاستخدام ما لم تعالج ويمكن استخدامها بعد ذلك في مزارع الآخرية ولكن تحتاج معالجة خاصة المخلفات الصناعية وهي ناتية من المياه المستخدمة في عملية تصنيع المختلفة وما تحتوي مواد ضارة للبيئة فيها مواد ضارة البيئة تطلق في المواد هذه ولا ترجع إلى البيئة مرة أخرى ولا تستخدم في زراعة ولا صناع الآخر إلا إذا تعرضت لمعالجة خاصة وإزالة هذه المواد الضارة وهنا نرى بشكل واضح التخلص من مياه الصناعات هنا وممكن تحتوي على مواد ضارة ولا يمكن إعادة استخدامها أو إرجاع إلى أي مصدر مصدر المياه ما لم تعالج معالجة خاصة وتزال المواد الضارة منها مياه الأمطار نمرة ثلاثة هي مياه الأمطار التي يتم تجميعها في عملية صغوط الأمطار من خلال شبكة تصريف الأمطار هنا بشكل واضح صورة توضحها وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى شرح محتويات هذه الأمطار